مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثامن في الفصل الدراسي الأول مع درس جديد ودرسنا اليوم هو حل معادلات تتضمن متغيرات في طرفيها في البداية أحبة الطلاب دعونا نؤكد على هدف إصاغنا لهذا اليوم وهو أن يحل الطالب معادلات تتضمن معاملات كسرية دعونا نناقش هذه الفكرة جمع كل من أحمد وسلطان نفس المبلغ من المال مقابل غسلهما السيارات وجمع كل منهما النقد والشيكات على النحو المبين أدنى إذا كان كل شيك محرر بالقيمة نفسها فما إجمالي المبلغ الذي جمعه أحمد وسلطان وضح إجابتك لاحظ عزيزي الطالب لدينا هنا المبلغ الذي جمعه سلطان ولدينا هنا المبلغ الذي جمعه أحمد لاحظ يوجد لدى سلطان خمسون ريال وعدد من الشيكات التي قيمت كل منهما منها إكس ويوجد لدى أحمد خمسة عشر ريالا وعددا أيضا من الشيكات التي قيمت كل منها إكس إذن لاحظ عزيزي الطالب أن المبلغين متساويين مع أن سلطان جمع سبع شيكات أي سبع إكس زائد خمسون ريالا بينما أحمد جمع أربعة عشر شيكا أي أربعة عشر إكس زائد خمسة عشر ريال لاحظ عزيزي الطالب أن هذه المعادلة تحتوي على طرفيها متغيرات سوف نتعلم في درسنا لهذا اليوم حل المعادلات التي تتضمن متغيرات في طرفيها في البداية أحبة الطلاب مثال واحد صفحة ثمانية وثمانون حل معادلات تتضمن معاملات كسرية تعد كل من هدى ونجلاء نفس الكمية بالديسيلترات من مخفوق الفاكهة تستعمل هدى أربعة علب من الزبادي لإعداد المخفوق وتستعمل نجلاء اثنان ونصف علبة من الزبادي لإعداد المخفوق كم العدد إكس بالديسيلترات من الزبادي في كل علبة لاحظ معي أحبة الطلاب أن المخفوق الذي تعده هدى هو ستة ديسيلترات من العصير وهذه هي كمية الزبادي بينما مخفوق نجلاء هو اثنى عشر ديسيلتر من العصير وهذه هي أيضا كميات الزبادي طريقة للحل أرسم نماذج الأشرطة لتمثيل الموقف واستعملها لإيجاد قيمة X لاحظ أن مخفوق هدى هنا يحتوي على 4X وهنا الباقي سوف يكون 6 ديسي لتر بينما مخفوق نجلاء هو 2.5X وهنا 12 ديسي لتر إذن أحبت الطلاب لاحظ معي أن هذه الكمية التي تخفقها هدى هي تتكون من 2.5X و 1.5X إذن 6 ديسي لتر هي عبارة عن 1.5X سوف نقوم بتقسيمها إلى 1.5X و X وتقسيم هذا المحتوى 6 ديسي لتر إلى 2 ديسي لتر 2 ديسي لتر 2 ديسي لتر لاحظ أحبة الطلاب إذن أن يمكننا التعبير عن كم العدد X بالديسي لتر لاحظ أن X يتكون من 4 ديسي لتر إذن ما قمنا به هنا هو مساواة ما خفقته هدى مع مساواة ما خفقته نجلاء من خلال استخدام نماذج الأشرطة واللاحظ أن عندما قمنا بتقسيم 4X إلى 2.5X بقي لدينا 1.5X والذي يدل عن 6 ديسي لتر مقدار ما كانت تفعله هو 4X زائد 6 بينما المقدار الآخر للنجلاء هو 2.5X زائد 12 سوف نقوم بالخطوة الأولى وهي بطرح 2.5X من طرفي المساواة لاحظ لدي على الطرف الأيمن 2.5X ناقص 2.5X يكون الناتج صفر وتبقى 12 بينما هنا سوف نقوم بطرح 4X ناقص 2.5X لاحظ معي يا حبة الطلاب قمنا بتحويل 4X إلى 3 صحيح و2 على 2 حتى نكون قادرين على إكمال عملية الطرح لاحظ 2 ناقص 1 يساوي 1 وهنا يبقى المقام نفسه 2 و3 صحيح ناقص 2 صحيح يكون 1 إذن هنا 1.5X زائد 6 ولاحظ على الطرف الآخر نقوم بطرح 2.5X ناقص 2.5X الناتج صفر وتبقى 12 الخطوة التالية يا حبة الطلاب سوف نقوم بطرح العدد 6 من طرفي المساواة لاحظ إذن 1.5X زائد 6 ناقص 6 وهنا 12 ناقص 6 لاحظ أن 6 ناقص 6 يساوي صفر ويبقى على الطرف الأيسر هو 1.5X بينما على الطرف الآخر 12 ناقص 6 يساوي 6 الخطوة التالية يا حبة الطلاب سوف نقوم بتحويل هذا العدد الكسري على صورة كسر أي وسط ومقام 2 ضرب 1 يساوي 2 زائد 1 يساوي 3 إذن هذا المقدار هو 3 على 2X يساوي 6 إذن لاحظ أن هذا الطرف الأيسر هو عبارة عن 3 على 2X والسبب أن 2 ضرب 1 يساوي 2 زائد 1 يساوي 3 إذن البس يكون هنا 3 بينما المقام سوف يكون 2 الخطوة الأخيرة أحبة الطلاب وهي من خلال الضرب بمقلوب العدد 3 على 2 بطرفي المساواة لتصبح 2 على 3 ضرب 3 على 2X وهنا 2 على 3 ضرب 6 2 ضرب 3 يساوي 6 و3 ضرب 2 يساوي 6 6 على 6 يساوي 1 أو تذكر سابقا أن الضرب بمقلوب العدد يساوي 1 ضرب أي عدد بمقلوبه يساوي 1 إذن يصبح على الطرف الأيمن X وهنا 2 ضرب 6 يساوي 12 على 3 أي يساوي 4 لاحظ أن X يساوي 4 وهو ما تحدثنا عنه سابقا أن القيمة X تساوي 4 ديسليتر ولان أحبة الطلاب دعونا ننتقل إلى حاول أن تحل صفحة 88 أعطي إلى الصف A زهرة دوار شمس ارتفاعها 8 سنتيمتر وتنمو بمعدل 3.5 سنتيمتر في الأسبوع وأعطي إلى الصف B زهرة دوار شمس ارتفاعها 10 سنتيمتر وتنمو بمعدل 3.1 على 4 سنتيمتر في الأسبوع بعد كم أسبوع يتساوي ارتفاع الزهرتين؟ لاحظ معي أحبة الطلاب ليكن W هو عدد الأسائع إذن لاحظ أن الزهرة الأولى ارتفاعها 8 هذه 8 عدد ثابت لا يتغير بينما سوف تنمو أسبوعيا 3.5 W والزهرة الأخرى ارتفاعها 10 وستنمو أسبوعيا 3.4 W الآن أحبة الطلاب سوف نقوم بالعمليات على هذه المعادلة الخطبة الأولى سوف نقوم بطرح 3.5 W من طرفين المساواة لتصبح 3.5 W ناقص 3.4 W زائد 8 تساوي 3.4 W ناقص 3.4 W زائد 10 على الطرف الأيمن سوف يكون هنا ناتج صفر وتبقى 10 بينما على الطرف الأيمن نحتاج إلى عمل توحيد مقامات إذن سوف نقوم بالضرب هنا في البسط والمقام بالعدد 2 ليصبح لدينا المقام نفسه 4 2 ضرب 2 يساوي 4 وهنا 2 ضرب 1 يساوي 2 الآن 2 ناقص 1 يساوي 1 ويبقى المقام 4 بينما 3 ناقص 3 يكون العدد الصحيح صفر إذن لاحظناه لدينا 1 على 4 W زائد 8 يساوي 10 إذن الخطوة التالية هنا سوف يكون في هذا المربع 1 على 4 أي ربع W الخطوة التالية حبة الطلاب لنحصل على هذه الخطوة سوف نقوم بطرح العدد الثمانية من طرفين المساواة ليصبح ربع W زائد 8 ناقص 8 يساوي 10 ناقص 8 أي أننا سوف نقوم بطرح العدد الثمانية من طرفين المساواة 8 ناقص 8 هنا على الطرف الأيسار يبقى ربع W بينما 10 ناقص 8 يساوي 2 إذن ربع W يساوي 2 الخطوة الأخيرة أحبة الطلاب سوف نقوم بالضرب بـ 4 على 1 أي مقلوب 1 على 4 بطرفين المساواة لاحظ أن هذا الناتج سوف يكون هنا W بينما الناتج على الطرف الآخر سوف يساوي 8 والسبب أن 2 ضرب 4 يساوي 8 على 1 يساوي 8 إذن سوف يتساوى ارتفاع زهرتين دور الشمس بعد 8 أسابيع من الآن لاحظة حبة الطلاب لاحظة أننا سوف نستخدم العمليات العكسية في حل المعادلات التي تتضمن متغيرات على طرفيها والآن أحبة الطلاب ماذا تعلمنا في درسنا اليوم عندما يمثل مقداران جبريان كميتين متساويتين فمن الممكن مساواة كل منهما بالآخر ثم يمكن استعمال العمليات العكسية وخواص المساواة لتجميع الحدود المتشابهة وإيجاد القيمة المجهولة إلى هنا أحبة الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا لهذا اليوم أتمنى منكم مراجعة حل التدريبات من خلال منصة الأندلس التعليمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته